الو توضل الو صد وعليك السلام توضل كيف حالك شيخ وليد والله بخير الحمد لله شيخ وليد عندي اثنين موضوعات اطراح النذارة معكم مشكلة حضرك شيعي نعم طب حضرك جاوبني الاول على سؤال الحلقة جاوبني على سؤال الحلقة وعد مني بعد ما اتجاوب على سؤال الحلقة هسمع منك السؤالين طيب شوف شيخ وليد كتب الاربع عن الشيعة او الوصول الاربع مثل الكاثي او تهديب الاحكام للشيخ الطائفة الطوسي او الكتاب الاستفسار للشيخ الطائفة ايضا الطوسي او من لا يحضره الفقيه لشيخ الصدوق او كتاب بحر الانوار المجلسي هل توجد هذه العقيدة بان الامام علي عليه السلام هو خالق الكون ام لا يوجد والله دي حاجة بتاعد كنتو يعني تكون منصب بتاعد كنتو بتجارب الجواب انه لا يوجد يا او السؤال هو سني اللي قال ان علي ابن ابت غليب خالق الكون يا باشا انتم معمامينكم وشبابكم اللي بينشروا الكلام ده ادخل كده في الحج جوجل واكتب عليه خالق الكون ونشوف هل سن الذين يقولون ان علي خالق الكون ام شيع فدي مشكلة ما بينكم انتم الاتنين بحلوها مع بعض انا مانيش دخل فيها انا بسأل حسب السوشيال ميديا حسب الذي يقال في السوشيال ميديا شيخ وليد تسمعني انت معلسف تعطي الشخص تافه اكثر من حجمه مين اللي تافه امير القريشي تافه اليوتيوبر امير القريشي طب انا مانيش دعوا دي مشكلة كنتو او التافه دوت حضرتك اللي انت بتقول عليه التافه ده خلى خمسمائة وخمسين الف واحد شيعي يعتقدونا بتحريف القرآن خلى خمسمائة وخمسين الف واحد شيعي يعتقدونا بان علي ابن ابي طالب خالق الكون انت بقى خلت مين يعني انت بس ان طلعت في فيديو كده كشيعي اسمعني بس الله يبقى في عمرك انت ومثلك كثير مش هقول انت بس انت ومثلك كثير قلت يا جماعة الخير انا راجل شيعي واقول ان هذا الرجل تافه وياخذكم الى الضلالة ولا انتو بتيجوا بس في البرنامج بتاعة تقولوا الكلام ده يعني ما فكرتش بالموبايل بتاعك تطلع حتى من غير صورتك مش هقولك بصورتك على سبيل ما حصل لك شو حاجة من غير صورتك طلعت في مرة كده قلت انا راجل شيعي واقسمت انك شيعي وقلت لهم ما يؤكد على انك شيعي وقلت ان هذا الرجل يأخذ بكم الى الضلال عملتها والله الذي لا اله الا وانا بنفسي عندما هو هالنفس امير القريشي تحدى الشيعة تحدى الشيعة والسنة عن تحريف القرآن وانا جبت رواية وليس رواية بل احتقاد الصدوق احتقاد الامامية يعني عقيدة بان القرآن عندنا كامل وهو ما بين الدفتين ثم التصالت عليه تسبني وقطع الانتصال وقال لنعلى على دي نهاج كلمته شخص سباب يسب علماء الشيعة ويسب مراجع الشيعة ماذا تنتظر من الشخص؟ ابي تفضل تفضل ايه سؤال السؤال اللي انت عايزه؟ ماذا؟ تفضل السؤال السؤال اللي انت عايزه نعم لحظة لحظة شيخ وليه نعم يعني اذا تستدل تريد مثلا تقول هذا عنده مثلا خمسمائة الف شخص ايضا يوجد شخص سني وهو يريد حديث الرسول في صحيح البخاري بان معاوية فئة الباغية ويقول هذا الحديث كذب وعنده متابعين مليون صابر مشهور اكثر من مليون مين اللي رد؟ مع واحدة 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 مين اللي رد على صابر مشهور؟ واحدة واحدة هل انتم الشيعة اللي ردته عليه؟ ولا السنة كمان ردوا عليه وعملوا مع مناظرات اخونا ابو عمر الباحث جزال الله خيرا احنا ما بنسكت هو احنا ما بنسكت حتى لو عنده عشرة مليون متابع احنا ما بنسكت بنسكت ما بنسكت لكن انتم مراجعكم بيسكتوا يعني انا واحد من الناس ردت على صابر مشهور اخونا ابو عمر الباحث رد على صابر مشهور وديك اسماء كتير جدا ردت على صابر مشهور وبعدين صابر مشهور ليس من اهل العلم كمان هو مجرد راجل بيحاول يشغل مخه بس لكن كلنا ردنا عليه طيب شيخ وليد الموضوع الثاني تعضل عندما سألك انا عرفك انت انسان طيب يعني حتى اذا تكلمت بعض الكلام عندما تعصب عرفك شخص طيب ليس للمجاملة لكن ربما بعض الاوقات تعصب مثلا تتكلم بكلام مثلا احنا شيء ما نرضى بي لكن على كل حال عندما سألك يا شخص ربما اراد ان يهتدي وقال لك اذا كنت في حرف صفي ماذا تفعل هل تكون مع الامام علي عليه السلام ام مع معاوية ماذا قلت له قلت له بان انا او ضب النص لا مع الامام علي ولا مع مثلا معاوية ورب العالمين ماذا يقول رب العالمين بالقران وان طائفتا من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بقت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فرب العالمين سبحانه تعالى يقول فقاتلوا التي تبغي وفئة معاوية الباغية الان لماذا لا مثلا تتبع من رب العالمين سبحانه تعالى وتصبح مع الامام علي تقاتل فئة الباغية معاوية لماذا قلت اقف بالنص ليس مع الامام علي وليس مع معاوية أليس رب العالمين أمرنا بأن نقاتل فئة الباغية واحدة واحدة خلاص حضرك خلصت كلامك أولا أنتم لم تعلموا أن معاوية الفئة الباغية إلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ خليك مشي معا واحدة صح؟ صحيح حلو أو طب إن لم نسمع بحديث النبي يعني هل كل من لم يسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتقد أنه من الفئة الباغية؟ لا ليه؟ لأنهم أرادوا السأر أخذ القصاص وهو في القرآن الكريم من قتلة عثمان بن عفان صح؟ أليس عثمان وتتعلم شيء أنت تعلم بأن معاوية الفئة الباغية يا أخي الله دارف عمرك ما تسرع ما تسرع الكلام ما تنط خلينا ماشيين واحدة واحدة سألتك سؤال وأجابتني بكل لطف وجزاك الله خير إذن كل من لم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتقد أنه في البيع الباغية ليه؟ لأن معاوية أراد الأخذ بسأر أو القصاص لعثمان عثمان ده راجل مسلم ولا مش مسلم؟ عثمان؟ أه الحمد لله مسلم خليفة المسلمين ولا مش خليفة المسلمين؟ أي عمي باللاعتقاد اللي كان سائد بالاعتقاد اللي كان سائد باللاعتقاد اللي كان سائد مش حورتك كشيعي أنا عايز أنت اذا كان وللأمر يمنع ذلك ليس له حق. لا يا باشا لا لا القضية مش كده. قول لي نعم اسمعني بس الله يبارك في عمره. ما معني الأمر. اسمعني الله يبارك في عمره. ما قعد يستطيع ام ما احد يستطيع انه وقف كلمات الله عز وجل. او يوقف احكام الله. اسمعني بس. خليك ماشي معي واحدة. الان هو له دم ولا ما له دم. له قصص ولا ما له وقصص. له قصص لا. طب الحمد لله. له قصص. تمام? هناك من. يا يا اخي. يا اخي الله يبارك فهم لك. نمشي واحدة واحدة. عزين نتعلم يا جماعة الخير. ما انا ممكن الزأهالك في دماغك دلوقتي اطلع لك رواية من علي بن ابي طالب. انه كان لا يعلم ان علي ان معاوية من فئة الباغية. اجيب لك رواية وخلصها معك. وان علي بن ابي طالب نفسه لم يعلم ان معاوية من فئة الباغية. قول لي هاتا. لكن ما الامان علي هو حارب معاوية. لا حول ولا ولا. يا اخي يبقى احنا عايزين نمشي نتعلم. عايزين نتعلم. احنا مش جايين في سباق خيل. احنا مش جايين في سباق خيل. ولا في حالة بتملاكة ما. لازم تعرف ان انت بتعتبرني سن ان انت بتعتبرني مسلم. تمام? يبقى لازم يبقى في حوار. اكيد. تمام? امشي معايا واحدة واحدة. يبقى احنا وصلنا الى ان معاوية مسلم. وهو كان في الواقع خليفة المسلمين. وله دم. وله قصاص. وله دم. وله قصاص. اذا من اراد قصاص. من اراد القصاص لدم. اه عثمان ابن عفان. فهو يعمل بكتاب الله. ولكن هي الاشكالية الوحيدة. انهم خرجوا على ولي الامر. يعني كان الاشكالية الوحيدة. انهم كانوا لابد منهم ان يسمعوا كلام علي ابن ابو طالب. المنتخب. ولي الامر. هي دي الاشكالية. لكن بعد كلا ما فيش اشكالية. تمام? وصلنا للمرحلة دي صح كده انا ماشي? طيب تعالى بقى نشوف عليه ابن ابو طالب وحتة الفئة الباغية. نشوف عليه ابن ابو طالب وحتة الفئة الباغية. لا لا شيخ واليد. يا اخي. يا اخي. يا اخي وصلنا المربط الفارس. هنيرجع تاني? الان انا وصلت الحد معك. لا شيخ واليد. انا ما اتكلم عن بانه معاوية كافر او منافق. لا انا قلت لك انت لابد ان تتكلم بالحق. يا استاذ احنا دلوقتي وصلنا. ماذا قال اليك? يا استاذ احنا وصلنا دلوقتي. انه من لم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعتقد نفسه على الحق. يعتقد في نفسه انه على الحق. لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل كل احد. انت تعرف متى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعمار? تعرف? بالله تعرف ولا ما تعرف? يعني اذا رجحت الى الوراء يمكن تشك بان الامام علي عليه السلام هو فئة الباقية? يا اخي الله يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك. سواني. سواني. اولا عندنا نحن اهل السنة الجماعة ان علي ابن ابي طالب كاي حد من الممكن ان يخطئ. ليس معصوما. فما تاخد عقدتك وترميع علي انا. نحن لم نقول ان ابو بكر معصوم. ولم نقول ان عمر معصوم. ولم نقول ان علي ابن ابي طالب معصوم. بل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ليس بمعصوم. وهذا بكتاب الله. بنص كتاب الله. فما تاخد عقدتك وترميع علي. الان نحن ماشيين بالانصاف. وسألتك سؤال هل حضرتك تعلم متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العمار الحديث ده قاله قاله العمار عندما كانت المدينة لكن عندما سمعوا بعد مقتل عمار يا أستاذ الله يبارك في عمره سمعوا هذا الحديث الآن متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم انت تعرف قاله النبي صلى الله عليه وسلم امتى لما كان لسه بيشير الحقر بتاع التعب عندما بنوا المسجد ويح عمار تقتلوا الفئة الباغية يبقى إذا قال العمار وثلاثة موجودين ولا حاجة وثلاثة موجودين ولا حاجة أنتوا معرفتوش الحديث ده إزائزاً إلا من كتب السيرة أنتوا معرفتوش الحديث ده إلا من كتب الحديث يا أخي فكروا بأقولك شوي لا لا شيف ولي اسمعنا الله يبرك في عمرك يا أخي اسمعنا الله يبرك في عمرك اسمعني طيب ما أقل لي إثنان تكيلة ابن عمر بن العاص ابن عمر بن العاص تمام لما سمع الحديث دوت لما قالوا له أنت إزاي تكون في جيش الفئة الباغية لقد سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمار تقتله الفئة الباغية فذهب إلى أبيه فاستغرب أبيه يعني معناه أنهما ما يعرفوش الحديث ليه ما يعرفوش الحديث الإمكانيات ما كانتش زينا هنا يعني مثلا نديك مثال أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبني بالطوب وجي عمار شالح حجرين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتله الفئة الباغية وحي عمار تقتله الفئة الباغية تمام قاله المجموع كام تلاتة اربعة خمسة ستة موجودين قال سيدنا عمار كان بياخد الحديث ده ويفضل يتناقلوا ما بين الناس خلي بالكو النبي قال فيها كده خلي بالكو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كده خلي بالكو الفئة كده خلي بالكو الفئة كده خلي بالكو الفئة كده ياخد علي ابن ابو طالب رضي الله عنه وارضاه عندكم ما كان يعلم حكم المزي ما كان يعلم حكم المزي ومن كتبكم يبقى هناك اشياء بتقال في مكان لا يعلمها يعني مثلا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزو التبوك وترك علي ابن ابو طالب على اهليه في المدينة او على المدينة هناك كلمات قيلت من النبي صلى الله عليه وسلم في غزو التبوك هل علي ما علي ابن ابو طالب هل الصحابة لما جم لما جم من القتال اللي عاد شوف قد ايه جمنا عليه ابن أبي طالب او الصحابة اللي كانوا في المدينة او الموجودين في المدينة قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم جلس معنا وقال لنا واحد اثنين ثلاثة وكان بيعمل واحد اثنين ثلاثة وكان بيعمل واحد اثنين ثلاثة ذكروا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا ياخي خلينا ما نخلي الطائفية تذهب بالعقول ده هناك هناك ايات نسخة والصحابة ما كانوش عرفوا انها نسخة ايات نسخت والصحابة ما كانوش يعرفوا انها نسخت الا صحابة او اتنين او تلاتة مثلا ليه دا شيء واقعي لو نسخت ايات في مكة والصحابة مجرد في مكة وهم الان ونسخت في المدينة بتوع مكة يعرفوا منين انها نسخت فالله المستعال فخلينا نمشي واحدة واحدة ونقرأ بقى معايا او مش معايا معايا او مشي نعم اتفضل شيخ نعم نعم بص يا اخي هات عبدالله الشاشة كده عبدالله بيقول ايه اهو نهج البلاغة خطب الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه جزء ثلاثة الصفحة 114 سبعة خمسين ومن كتاب له عليه السلام الى اهل الكوفة عند مسيره من المدينة الى البصرة اما بعد فاني خرش من حي هذا اما ظالما واما مظلوما اما ظالما واما مظلوما واما باغيا واما مبغيا عليه تفضل بقى تفضل حضرتك قل لنا الجملة دي ايه شيخ وليد تسمعني اسمعك تفضل تفضل فاصل لنا الجملة دي يعني ايه انا واحد انا حاورتك كثير موضوع معاوية وحاورت كثير من مناظرين اهل السنة موضوع معاوية وانت الان تعبان وما اريد مثل لنا اطول له وياك موضوع معاوية فان اما انا كلامك اما اخذ بكلامك ما ارمي بعرض الحق انا كلامك عندي محترم واخذ بكلامك طيب دور بس دور على النص ده دور على النص ده وافهمه بيقول ايه اما ظالما واما مظلوما واما باغيا واما مبغيا عليه سامحن علي الزعاج لا لا ما فيش حاجة تفضل سامحن علي سامحن علي سامحن علي الله نستعلم وانتلو تعبان طيب اهو كلام علي ابن ابي طوال رضي الله عنه وارضاه يمكن الاطروحة اللي انا طرحتها دلوقتي محدش طرحها قبل كده ولله الحمد والمن ولكن اطروحة عقلية منطقية الاو هي ان ليس كل الصحابة كانوا يعلمون هذا الحديث الحديث علمة يعني احولك على حاجة اكتر من كده والله والله لو لا ان الشيعة اخرجوا هذا الحديث من كتب قالت صنع يا جماعة يمكن كل المسلمين الذين يناقشون الشيعة دولات ما يعرفوا عنه حاجة او درسوا كده دراسة عابرة ولكن انتشر ايه لما استدل باي الشيعة على ان معاوية في الفرق الباغية لكن ارجع باصل الحديث اصل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في السنة الثالثة او ثالثة الله اعلم عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبني تقريبا مش فاكر المسجد او الكعبة والله ما فاكر سبحان الله المهم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية ويح عمار تقتله الفئة الباغية يبقى اذا كان كم واحد موجودين في البداية خالص في البداية في البداية خالص كان كم واحد موجودين فالله مساعد لما كان كم واحد دان مر عليها بقى كم مر عليها كم يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها مثلا وليكن واحد وعشرين سنة تمام وضف الاثنين يبقى تلاتها وعشرين سنة يعني واحد وعشرين سنة وشوف بقى كان الحرب بين علي بن ابي طالب يعني بعد اربعة وعشرين سنة كمان فالله المستحان فاتخيلوا انتم مر زمن قدي ايه على هذا الحديث وكأن الحديث ده متداول ما بين الصحاب متداول ما بين المسلمين كل مسلم واحد عارفه سيدنا عمر بن العاصل بما سمع الحديث فوجي ابيه فوجي بابيه والقصة معروفة فالله المستحان